مساء الخير حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله الحبايب الكل وخير حبايبي اليوم رح نعمل من اقوى الخلطات لتبييض الجسم الكامل في ايام قليلة وفي فصل الصيد رح نطيب مقشرات ممكن بديلة ممكن تعملوها يعني بديل لها وراح نعمل وصفة كثير حلوة وسهلة وبسيطة وممكن نستعملها لكل خوات اول وصفة اللي رح نطيكم ياها ممكن تستبدلوها بالوصفة اللي انا نطيتكم اياها حبايبي طريقة كثير سهلة وبسيطة ياريت قبل ما نبدأ بالفيديو حبايبي انكم تدعمونا باللايك ودائما حبايبي تعملو الاشتراك وتفعيل الجرس اي اخو تحابة تشوف الفيديو اللي على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية اعملنا وصفة كثير حلوة للثبات الوزن للخوات اللي عندهم الوزن تبعتهم ثابت ما بينزل يعني شقد ما سوي رجيم هو الوزن عندها الثابت بنفس الوقت هذا الفيديو بيعالج حبايبي احتباس المي بالجسم نعطينا وصفة لعلاج احتباس الماء في الجسم رح تشوفون الرابط مع هذا الفيديو موجود في صندوق الوصف طيب نرجع على الوصفة تبعتنا اي اخد حبايبي بتعاني من اسمرار في الجسم ممكن تستعملين هذا اول اشي تقشير هو والثاني اشي حبايبي بيشد الجلد ويزيل التراهلات وبنفس الوقت بيصفي ويبيض الجسم من اقول يصفي ويبيض حبايبي الجسم مو معناته انا نبارح بالصدفة يعني ببتح بالفيديوات وتجيني فيديوات انه في خوات رح تلكون الصورة موجودة وانا حق تلكونيها في مقدمة الفيديو انه واحد اسمر اسود زين وانا احترم كل الالوان حبايبي انه بسرعة تسويه ابياب مستحيل ما في لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة ولا بسنة ما بيصير انا بنبقول بيبيض انك يسترجع اللون الطبيعي اللي انتي مخلوقة عليه اللي انتي قبل ما تتعرضين للشمس انه انتي اللي قبل ما بتروحي على المسبح بتروحي بتسبحي او تتعرضين على الشمس وتت موظفة انه جسمك مثلا لابسة نسكوم او شي ايدك اسمرت هذا اللي انا بحكي عنه بس انتي سمرت ويعملك بيضة ابدا هذا اول ما تشوفون هيك شي لا تدخلوا له لانه كذب هذه دعاية وكذب وشغلوا عقلكم حبايبي ممكن نسترجع اللون الطبيعي اللي احنا عليه هيك ممكن ننطي درجة او درجتين اخاف يعني لانه احنا كلما ما نتعرب على الشمس ناخد درجة اسمرار هيك ممكن هينزيلها مع الاستمرار بنزيله ورجع وجهنا بيعالج انا اقول الكلف والنمش الكلف والنمش مع الاستمرار رح تزيله الوصفة اليوم انه انا حكيت مقدمة عشان تفتحون حبايبي الوصفة اليوم حنعملها كتير حلوة اول اشي رح نطيكم وصفة ممكن تستعملون ملعقة كبيرة من القهوة البن القهوة طيب اي قهوة عندك بس مش النسكفين ما بحكي النسكفين ما بيقشر النسكفين حبيبات بس تحطين عليها ما يصير سائل احنا نريد الحبيبات القهوة طيب المطحونة رح ناخذ ملعقة كبيرة من القهوة ممكن تستوي كمية كبيرة ما في اي مشكلة وتضبيها بعلبة عندك اي علبة عندك ممكن تضبيها عندك بتاخذين ملعقة انا اعطي مقادير قليلة وانتو زيدوا المقادير ملعقة كبيرة من القهوة من البن القهوة او البن حسب كل واحد لفظه رح تاخذين مع ملعقة كبيرة من النشا النشا كتير حلو النشا كتير حلو للبشرة حبايبي النشا بيشد هسا بعدين احكي لكم شو بيعمل راح تخلطين القهوة مع النشا وضيفين مع سكر طيب وضيفين مع اي زيت اتي حابتها ممكن زيت اللوز ضيفين ملعقة كبيرة من زيت اللوز او زيت الليمون او زيت جوز الهند زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الليمون ثلاث زيوت موجودة بقناتي في مملكة الفنون والتجميل احنا عامليها يعني ممكن تطلعيها من القناة وتسويين هذي الزيوت او اضيفين زيت الزيتون اذا كان ما عندك اي نوع من هاي الزيوت بتحطيها طبعا الزيوت اضيفيها عند الاستعمال ما بتنظاف مع بعض عند الاستعمال ممكن اضيفين هايك بالعلبة القهوة مع السكر مع النشا زيت والسي بي بس تجين تريد تستعملي تضيفين الزيت اللي انتي حابت تستعملي هذا التقشير كتير حلو بيصفي بنفس الوقت بيبيض الجسم ممكن حبايبي كمان مرة بالزيت ومرة تسويه باللبن الزبادي الروبا كمان كتير حلو تخفي يعني تحطي لبدال الزيت تضيفين اللبن الزبادي كتير حلو كمان النشا طيب احنا دائما نستعمل النشا وما بنعرف شنو فوائد تبعتها النشا حبايبي مبيض رهيب جدا جدا للبشرة بيشد الترهولات البشرة ويبيض الجسم وكمان الى قابلية كبيرة جدا للقضاء على التجاعد المبكرة ويساعد كمان حبايبي على القضاء على الحبوب بالوجه يعني اي اخت بتقاني من الحبوب بالوجه بيساعدها انها تختفي ممكن شوي بتخلطيه مع ماء ورد وتحطيه على مكان الحبوب اما الوصفة تبعت اليوم فستعمل الصابون ممكن تبرشيها الصابونة طيب او يعني المفروض تبرشيلك نصف صابونة نصف الصابونة طبعا انا ما برشتها زي ما انتو شافين مقتوض انكم بتبرشوها انا عشان الفيديو يعني كل واحدة ساوي زي ما بدها انا رح اخلطها بالخلط تحطين نصف الصابونة وممكن تزيدين صابونة كاملة ما في اي مشكلة يعني ممكن تزيدين كمية الصابونة انا رح اضيف الصابونة زي ما انتو شافين ورح احطها هون رح استعملها بالخلط رح اضيف معاها حبايبي تلات معالق او ملعقتين زي ما انتو حابة من الارز ممكن تستعملين الرز البودرة واذا ما عندك تعملين نفس الطريقة تبعتي كمية الصابونة يعني اذا حطيتي صابونة كاملة ضيفي اربع ملعق من الارز انا ضفت لنصفها وضفت تلات ملعق كمان من الارز طيب ما عندك خلط شو رح استعملين تبرشين الصابونة وتاخذين طحين الارز صابونة نصف صابونة تلات ملعق او اربع ملعق حسب الصابونة اللي رح تستعملين من الارز وزي ما انتو شايفين حبايبي هيني انا خلطت زي ما انتو شايفين حبايبي هيني انا خلطت مع بعض ممكن انتي بنا القرشين الصابونة وضيفين الارز المطحون انا هون ضفت الصابون وحطيت كمان الارز معا يعني كله مع بعض زي ما انتو شايفين هاي شو رح اضيف معا حبايبي كمان رح اضيف معا ملعقة من النشا انا قلت النشا ملعقة كبيرة وشوفين شون اخذتها من النشا اخذت يعني شلت هيك غرفت من النشا حقلط النشا مع الارز مع الصابون كله هيك مع بعض هون رح اضيف كمان ملعقة كبيرة من البيكاربونات اللي هي سودة الخبز وراح اخلطة ممكن اضيفين بدال الملعقة كمان ملعقتين ما في اي مشكلة لا تخافون لا رح يتحسس انا ما عندي كثير وعشان هيك ضفت وحدة ممكن نضيفون اثنين كل هذا تخلطي هيك مع بعض زي ما انتو شايفين حبايبي وراح نضيف ملعقتين من الملح اي ملح الطعام اي ملعقتين من ملح الطعام طيب اي ملح عندك هو يعني تستعملي ما في مشكلة وراح نخلطة كل هاي المواد مع بعض زي ما انتو شايفين حبايبي وراح اصلكم ايها مرة ثانية فيديو ثاني يكون كريمي عشان تتعلم هيك حبايبي ممكن انتي اذا حاب اذا حاب شوفوا انا عندي هذا فيتامين اي هيك ريحة في او ممكن تضيفين معها زيت الجوجوبة هيك تلت اربع نقاط من زيت الجوجوبة اذا حاب ما حاب مو مشكلة ولا اشي تضيفين معها بس اذا حابتي ممكن تضيفين معها هيك زيت الجوجوبة زيت فيتامين اي اي زيت عندك يعني هيك بس خلينا نقول ملعقة وسط وخلطي عشان ما بيكلكع معاك اوز اي زيت عطري حابة انتي تستعملي هيك بضح قطرات لا اكثر ولا اقل طريقة استعمالها حابيبي وانتي بالحمام وتليكت جسمك وخلصت وجسمك ولا اشي فيه شو رح تسوين وهو مبلل تاخدين من عنده وتبلشين تدلكين في بشرتك كله رح يصير الصبون هيك مثل الكريم بجسمك سيبيه على جسمك خلينا نقول 10 دقائق وبعدين نغسله من الجسم هاي الطريقة نقدر كمان نستعملها البشرتنا للوجه مرة وحدة بالاسبوع طريقة كلش حلوة وسهلة وبسيطة وتنحفظ طويلة الابد يعني نقدر نحافظ عليها المدة السنة ما في اي مشكلة هذا هو اليوم الفيديو توعتي اتمنى انه ينال رضا الجميع واتمنى منتكم حابيبي انكم تعملوننا لايك وشير واشتراك ودائما تفعلوني الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ومع السلامة